السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يارب ان شاء الله تكونوا بالف خير النهاردة انا جاي لكم بالزتون المخلل التحفة اللي محدش بيستغنى عنه تعالوا نشوف مقاديري عاملة ازاي انا هنا دول عندي اربعتاشر لمونة بالزبط حلوين كده كبار انا بحطهم لاثنين كيلو من الزتون معاهم كباية ملح اهو ومعاهم كمان نص كيلو فلفل حراء اللي هو بان بيطلعوا مع الزتون بيبقى حراء قوي اهو ده زتون بقى انا مش عارفة تفاحي ولا تفاحي على عزيزي انا لما سألت الراجل اللي جبته منه قال لي ده زتون مخلط بس انا بجيب منه كل سنة بالشكل ده ويقعد معايا من السنة للسنة وبيبقى طعمه تحفة يعني بنقدر نقول ان هو تفاحي او عزيزي كله ممكن اوي ان هو يتعمل بنفس الطريقة انا بقى عشان اعمل الزتون بتاعي ويقعد من السنة للسنة لازم اغلي مية ويخليها تبرد خالص خالص تمام اول حاجة ده الزتون بتاعي انا بفتحه اهو بشكل عشوائي اهو من الناحيتين باي شكل بقى من الناحيتين قصاد بعض من الناحيتين جما بعض ومهم ان انا بحاول افتحه عشان يدخل الملح جواه واقدر اطلع المرارة منه اهو وده اللمون طبعا اللي انا بستخدمه والفلفل من حراء وده الملح اهو وهبدأ بقى امسك الزتون بتاعي اللي انا مفتحها ده دول اتنين كيلو طبعا انا غسليهم كويس جدا هبدأ بقى احطه في اي غلبة او اي حاجة كبيرة قوي وحطله وبعدين ابدأ بقى اجهز مية بملح طب ليه بجهز مية بملح المية بملح دي انا بحطها على الزتون وانقع فيها لمدة يوم او يعني كام ساعة وبعدين ارجع اغير المية دي تاني بحبة ملح الخطوة دي بتضيع المرارة بتاعة الزتون خالص وبتخلي سواء يطلع حلو جدا وكمان بتخليه يعد من السنة للسنة وطعمه يبقى هايل وما يجرلوش اي حاجة خالص تمام بصوا اهو انا بدوب المية في الملح ممكن المية دي عادي تبقى منحنافية مية التخليل بس هي اللي بغليها وبسيبها تبرد خالص على جنب يعني ممكن اغليها قبلها بيوم وغطيها واسيبها على جنب عادي جدا تمام بصوا بقى انا هسقي الزتون بالمية اللي بملح دي اهو وكل كام ساعة كده او يعني في اليوم مرتين او تلاتة لمدة يومين او يومين ونص او تلاتة يام على قد ما نقدر علشان المرارة بتاعة الزتون نطبع انها راحت خالص تاني حاجة بقى ببدأ بقى خلاص بعد ما عملت الخطوة دي انا مسكت الزتون اللمون بتاعي وقطعته من النص دي نص كمية اللمون تمام ودي المياه المغلية هبدأ كده اخد نص كمية اللمون بتاعي وقوم حطها في الخلاط ومعاكوا باية الملح اهو ومعاهم كام قرنفلفل كده هنقطعهم ونعملهم زي عصير كده في الخلاط وحطره طبعا مياه من المياه المغلية اللي انا عاملها للزتون مخصوص تمام بصوا اهو اللمون ممكن احط ربع الكمية احط نص الكمية براحتك خالص انا النص بعصره عشان اخلي القشر بتاعه احطه مع الزتون والنص تاني بضربه في الخلاط زي ما انتو شايفين بالفلفل اهو كويس جدا وعشان كمان الملح يدوب خالص خالص اهو بعد كده ببدأ اصب المياه بس الاول بروس نص الزتون وبعد كده قوم حط عليهم فلفل وقشر من قشر اللمون اللي انا عصرته وهو انا عصرت نص اللمون وضربت جزء منه في الخلاط تمام اهو طبعا كمية اللمون ممكن نزود اللمون كمان مش معصور ولا حاجة ونكله مع الزتون يستوي معاه ممكن نزود الفلفل عن كده انا حبيت احط على قد البطرمان بتاعي ما هياخد علشان يعني ما قطرش بطرمانات هو كده كده الدنيا يعني الموضوع اتنين كيلو يعني مش كمية كبيرة اهو ببدأ بقى احط النص التاني من الزتون اهو ببدأ بقى اه نزل عليه الخليط اللي انا عصرته في الخلاط على اللمون اللي انا عصرته اهو بصوا الخليط عامل ازاي اللمون الحتة ده بيدي طعم هاي اللي الزتون بتاعي تمام بعد كده بقى احطها رصة في الاخر خارج زتون لمون وفلفل عشان بقى اضمن ان البطرمان بتاعي ما يجدوش هوا بقى احط عليه طبقة سميكة كده حلوة من الزيت وبعد كده بقى احطها على البطرمان من فوق الاول كيس اهو بلبسه كيس كده وبقى امه غطيه بالغطى بتاعه حلوة قوي يعني بغطيه كويس جدا بكتمه كويس قوي طبعا انا كتمة الزتون والفلفل وقشر اللمون حلوة قوي قوي في قلب البطرمان عشان ما يدخلوش اي نسبة هوا خالص تمام ده بقى الزتون بتاعي بيقعد بقى ثلاث شهور شهرين ونص على ما يستوي ويبقى طعمه حلو جدا اه ممكن ياخد اكتر من كده وممكن ياخد اقل على حسب الزتون بتاعي وعلى حسب كمية الملح اللي انا حطاها الزتون لو طلع مالح ممكن نحطه في شوية مية اه وننقعه فيها يعني كام يوم هيبقى تمام لكن لو الملح قل ممكن يتهري مني واحنا عايزين ويبطل معانا اه لمدة سنة اه كاملة علشان خطر طبعا الزتون ما بيطلعش الا يعني في وقت قليل جدا وساعات كمان زي السنة دي كده بيبقى شهر وبيبقى سهره عادي او يا رب الزتون بتاعي يعجبكم وما تنسونيش في اللايك والشير ولو اول مرة تنوروني ياريت تعملوا الاشتراك في القناة واتفعالوا الجرس علشان يوصل لكم مني كل الفيديوهات الجديدة وسلام عليكم